السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الحصة الرابعة كيف أتعرف أنواع القوى الصفحة 6 و4 ألاحظ في الصورة الأولى زورق يتنقل أما في الصورة الثانية لعبة في حركة كيف ينتقل هذا الزورق؟ وكيف تتحرك هذه اللعبة؟ الزورق لديه شرعان والرياح تقوم بدفع الشرع وبالتالي فالزورق يتنقل أما هذه اللعبة السيارة الصغيرة قمنا بربط مغناطيس صغير فوقها وإذا الطفل هذه تجذبها بمغناطيس آخر إذن قطب المغناطيس المختلفين يقومان بالإنجداب وبالتالي فالسيارة تتحرك إذن تساؤلنا سنكتب ما هي القوى المطبقة؟ ما هي القوى المطبقة؟ على الشراع واللعبة كي يتحرك أعلمة استفاق إذن ما هي القوى المطبقة على الشراع وعلى السيارة؟ وجعلتهم يتحرك كما قلت قوة الرياح التي تحرك الشراع وقوى المغناطيس أو القوى المغناطيسية هي التي تقوم بتحرك السيارة إذن جوابنا هو سيكون قوة الرياح حركة الزورق أو الشراع وقوة المغناطيسية وقوة المغناطيسية وقوة المغناطيسية حركة اللعبة أنجز ألاحظ الصور وأكتب نوع القوة المطبقة المغناطيسية الماء الجاري الجاذبية عضلاته الرياح تتمير الأشجار النخيل بمفعول قوتي نلاحظ هنا قوة الرياح في الصورة الثانية لدينا مغناطيس وقرية حديدية صغيرة تنجدب الكرية الحديدية بمفعول القوة المغناطيسية المغناطيسية تسقط الكرة نحو الأرض بمفعول قوة الجاذبية لأن جاذبية الأرض هي من تجذب الأشياء لكي تسقط إليها إذن بمفعول قوة الجاذبية تدور أن عورة بمفعول قوة نلاحظ أن عورة هنا وما توجد تحتها الماء إذن بمفعول قوة الماء الجاري تمكن الرياضي من رفع الثقل بمفعول قوة عضلاته طبعا نكتب عضلاته أستخلص إذن ماذا استخلصنا على أن أنواع القوة مختلفة ممكن أن تكون قوة ريحية هي التي تحرك الأشجار قوة المغناطيسية التي تكون بالمغناطيس ويجذب الأشياء الحديدية قوة جاذبية الأرض وكذلك قوة الماء الجاري فهي تدير الأشياء وقوة العضلية وقوة العضلات بها نحرك أو نحمل بعض الأشياء إذن نستخلص أنواع القوة هي نكتب أنواع القوة أو القوى نوع القواهية ريحية فاصلة مائية مغناطيسية ماذا أيضا عضلية وجاذبية جاذبية الأرض إذن أنواع القوى ريحية مائية مغناطيسية عضلية وجاذبية الأرض أثبت ألاحظ الصورة وأذكر أنواع القوى المطبقة على الدراجة هذا الدراج مطبقة عليه بعض القوى ما هي القوى المطبقة عليه؟ أول قوة مطبقة على الدراجة أول قوة مطبقة على الدراجة هي قوة الرياح نكتب قوة قوة الرياح القوة الثانية القوة الثانية هي قوة العضلات لأن هذا الدراج يستامل عضلاته لكي يحرك الدراجة لنكتب قوة عضلية عضلية والقوة الثالثة هي قوة جاذبية الأرض نكتب المطبقة على الدراجة يترك الدراجة يترك الدراجة المطبقة على الدراجة شكرا